تنتهي وزارة الداخلية اليوم بالتنسيق مع الإدارة الهندسية للقوات المسلحة من رفع الحواجز الأسمنتية المحيطة بميدان التحرير وشارعي قصر العين والفلك بعد إغلاقهما لمدة 14 شهرا كما قررت الوزارة تكثيف إجراءاتها الأمنية بميدان التحرير تحسبا لاقتحامه من قبل أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية وقال اللواء متحد قريتم مدير الإدارة العامة للمرور أن رفع الحواجز يمثل خطوة أولى لرفع المعاناة عن المواطنين مشيرا إلى أن المحاور الرئيسية المغلقة سوف يتم إزالتها شارع القصر العيني واحد من الشوارع الرئيسية في القاهرة وتحديدا في منطقة وسط البلد وميدان التحرير وهو من الشوارع الهامة للمرة خاصة لتواجد عدد من الوزارات المهمة فيه تم غلق شارع القصر العيني بعد أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود بالكتل الخرسانية لمنع الاشتباكات بين المتظاهرين ومنع من يسعون لإحراق بعض الأماكن الحيوية من الوصول إليها مثل مجلس الشعب ومجلس الوزراء وبعض الوزارات الهامة أنا أكيد طبعا بالمشكلة أنا شغلي هنا فبطرر أن بلف كثير جدا بندور على أماكن كثير عشان نركي فيها ونرجع نمشي تاني فما كانش حل وما كانش حل أصلا أن نقفل الطريق وأن الفكرة كمان أن هي الدولة كلما تحصل مشكلة تروح قفل الشارع فمش ده الحل اعترض كثير من المصريين على غلق هذا الشارع لأهميته في وصولهم لأماكن عملهم أو حتى بسبب الأزمات المرورية المتكررة والتي تحدث في الشوارع البديلة للقصر العيني كنا بناخد وقت جامل بدل خمس زيه بناخد أكثر من ربع ساعة باللف عند مدين سومون بلفار كده الأول برضك مشكلة هناك برضك في الحواجل بس الحمد لله قل من عد من حتة فتحة في قلب سور كده بس طبعا الحمد لله العملية العقبات دي الشارك كلها شوية بشوية والعملية تمشي إن شاء الله إلا أنه تمت إزالة الكتل الخرسانية الموجودة في الشارع بقرار من وزارة الداخلية مؤخرا لفتح شارع القصر العيني أمام حركة المرور لتسهيلها على الرغم من أنه كان مصرح لكثير من الأحداث بالنسبة للجدر الخرساني وطبعا كانت الأعمال ما استكملش ولسه بيستكملوا البوابة الحديدية دي هتخلص إن شاء الله على النهاردة حوالي تقريبا على المغرب عاخب الانتهاء منها تماما حيتم رفع الجدر الخرساني مساء اليوم برضو واستكمال الرفع بالكامل ويتم فتح الشارع إن شاء الله شارع القصر العيني تكررت الشكاوى من إغلاقه واليوم عادت إليه الحركة المرورية الطبيعية لتسهل على الناس حياتهم محمد الريس الحياة الآن